العربي بنتأثر لأننا مفهول بنا على الأرض ويحولوها إلى واقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة اللي فاتت تتكلمنا عن خطر حقيقي بيهدد مجتمعاتنا وقلنا إن هويتنا بالضيع وإننا إذا ما انتبهناش وأخذنا خطوات جادة جادة للمحافظة على هويتنا هلأ يجيل لا بيعرف دينه ولا بيعرف وطنه ولا بيلتزم بأخلاق ولا بقيام بعد الحلقة اللي فاتت كان فيه كذا واقعة حصلت في تركيا وفي مصر بيأكدوا اللي احنا تكلمنا عنه خلينا ناخد كده واقعة من واقعات تركيا فريق تركيا للسيدات فاز الأسبوع ده ببطوط أوروبا للكرة الطائرة طبعا إنجاز رياضي كبير فرح بيه قطاع من الشعب التركي واحتفلوا به لكن الموضوع تحول لنموذج لصراع الهوية في تركيا الفريق كله بنات مش وحجبات مش بس كده لبسوهم كاشف بزيادة وضيء بطريقة مستفزة لكن كتير من المحافظين تجاهلوا موضوع الليبس ده وما تغرادوش له علشان عارفين المجتمع في تركيا متعود على نمط من الليبس من بعض قطاعته نقطة الانفجار حصلت لما لاعبة في الفريق اسمها أبرار كاراكورت نشرت صورة لها أثناء البطولة مع عشقتها أيوة زي ما حداك سمعتوا كده عشقتها الأنثى وغرادت على تويتر فخورة بشو ذوذها الجنسي استفزاز ليس بعده استفزاز فيه ناس كتيرة طلبت باستبعادها من المنتخب وقالوا الشخصية اللي بتفتخر إن هي شاذة جنسيا واللي بتتروج للشزوذ ما ينفعش إن هي تمثل المجتمع التركي المهم أبرار الشاذة كملت استفزازها في تغريدات تانية الأنكا اتحاد الكرة الطائرة في تركيا واللي بيسيطر عليها عالمانيين زي ما بيسيطروا على كثير من مواقع الأماكن في التأثير في الرياضة والإعلام والاقتصاد الاتحاد نشر بوستر قبل مباراة النهائي مع سربيا واختاروا خلي بالك اختاروا أبرار الشاذة عشان تكون هي الرمز وأيقونة الفريق مع العلم إن أبرار مش سوبرستار ولا هي أفضل لعبة في الفريق ولا هي الكابتن طبعا الرسالة كانت واضحة إحنا كعالمانيين بنساند أبرار بنساند شذوذها بنساند أفكارها الضالة بعدما الفريق فاز بقى بالبطولة مقالات الصحفين العلمانيين والكاريكاتيرات بتاعتهم اعتبرت فوز الفريق هزيمة للتيار الديني والتيار المحافظ ولكل الناس اللي بتدعو للالتزام بالقيم الدينية معرفش إيه الرابط مش بس كده ده بعضهم بدأ يكتب ويروج إن سبب فوز الفريق ببطولة أوروبا هو اللي بيطلق عليه الغرب التنوع يعني إحنا عندنا تنوع وفيش هواز في الفريق طب يا أستاذ التنوع ده ما ينفعش إنك تشملنا فيه وتحطنا كناس ملتزمة لا طبعا التنوع وقبول الآخر معناه عندهم إنك تشجع الشذوذ وتدعو له التنوع عندهم معناه إنك تتبنى ثقافة الغرب بكل شرورها التنوع عندهم إنك تتنازل عن دينك وعن معتقداتك نفس اللي بيحاولوا يسوأوه ويروجوه دلوقتي في مصر لما حاولوا في نفس الأسبوع يبرروا رأس بنات وهم بيستلموا شهادات التخروج ويسوأوه بقى للمجتمع إن دي حاجة كويسة وحاجة حضارية محدش نقش البنت اللي اتخرجت من كلية أداب القاهرة اتعلمت إيه في الكلية هل فعلا في جودة في التعليم؟ هل فعلا أصبحت مؤهلة لسوق العمل؟ لا ده مش مهم أهم حاجة نعلمها للبنت إنه يبقى عندها الشجعان هي توقف طرقس قدام عميد الكلية وهو واقف مستني يسلمها الشهادة وزميلها الأولاد فرحانين بيها وبيسقفوا على رأسها وبعد كده يتم تقدمها في برامج التوكشو كرمز للجيل الجديد يا ليد تتجاوبوني في التعليقات تحت إزاي نقف وجه الإعلام اللي بيحاول يقدم لأولادنا نماذج مشوهة علشان يغير ثقافتهم وهويتهم مستني تعليقاتكم وإجاباتكم؟ تابعوا حساباتنا على السوشيال ميديا شاركونا وتحرمونيش من قراءكم عشان استفيد من قراءكم القيمة شكرا لكم